النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنايس الشرق الأوسط واللي بتنعقد دوراته الحالية في القاهرة ده طبعا كان بحضور قداسة البابا توادرس التاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية سات الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنايس الشرق الأوسط لأول مرة منذ تأسيس المجلس سنة 1968 أكد فخامة الرئيس أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي وشدد فخامته على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة بتمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم باللقاء فخامة الرئيس المصري وأشاروا إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية طبعا مصر وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور اللي بتقوم بمصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم خلال هذا اللقاء مباحثات أو تباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات ما بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط استعرض فخامة الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الأثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة كمان مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة ده مشروع هيبقى واحد من أعظم المشروعات اللي بتبقى موجودة في مصر مش بس علشان السياح لكن هو المشروع بالنسبة لي أنا أشوفه مشروع ديني جدا انت عارف أنه العائلة المقدسة لم تتحرك إلى أي بقعة من بقاع الأرض بعيدا عن فلسطين سوى مصر وده في حد ذاته تشريف وتكريم لمصر هذا المصار مصار مقدس عامل بالضبط كده زي ما كنت بقولكه على جبل التجلي عندنا في سيناء لم يتجلى الله سبحانه وتعالى جل علاه إلا في بقعة واحدة على سطح هذا الكوكب عندنا على كل حال مصر واخد خطوات أكتر من رائعة في مسألة ما نطلق عليه ما بين قسين السياحة الدينية